السلام عليكم و مرحبا بكم في وصفة جديدة اليوم كيك اقتصادي بحبة بيض و وصفة بزاف شبه و اقتصادية و كل المقادير متوفرة في كل بيت و ملاحظة بين قوسين الكيك مش كيمة المسكوت شو الوصفة تختلف راح تشوفوا معي كامل التفاصيل قبل هذا نسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم راح نبدأ في الوصفة بسم الله تجور انا اقول لكم مسكوت شو ولا الكيك نبدأ بالمول انا الملتاعة دلتلو الزيت و سبوضغيتو بالفارينة و نديرو في الكنجلاتياء بجميل السقليش والمقادير كما اقول لكم حبا بيض انا عندي ازاس على القرص نديرها بالقرص و نديري لفاني قرصة على الملح ساشية خمارة على القاطو عندي كاس إلا ربع سكر و كاس إلا ربع حليب و كاس إلا ربع زيت السوائل نفس المقدار كاس إلا ربع حبا بيض كما اقول لكم ساشية خمارة على القاطو رشة على الملح و زيت القرص انا نحب نديرو بالمبشور تا الليمون تحبي تديري لفاني ديري ولا مبشور تا البرتوقال ولا تشينة عادي كل واحدة و يقود تاها ندير حبا بيض نخلطهم من ملح و ملاح حتى اللي شوية السكر يضب معنا مش يضب 100% ممكن ديرو له الحليب يضب هنا يا ملاحظة الحليب دافي مش يسخون بزاف و مش يبارد دافي نديرو على ذاك السكر و البيض هنا يا توجر قتلكم السوائل الحليب نديرو كيكون عدنا السكر باش يساعدو باش يضب نخلطوا بيض حتى اللي يضب معنا السكر وهي بيض معنا الخارج و نبدو على دفوعات ولا غيب شوية نديرو في الزيت و او مهمتو رانا نخلطوا نخلطوا ملح و نزيد ندير الكمية الثانية تا الزيت حتى نكملو هاداك الكيس الى ربع و نزيد نكمل كامل الكمية الزيت اهنا يا حاولي انك تخلطيها ملاح كما قد تقضي تستعاملي الباطر انا استعمل غير ضرب اليدوي عادي طاعتني نتيجة ملاحة و نبدو نديرو في الفارينة عندي الكاس اللول انا حا نعبر لكم الكاس اللول انا يا ام غربة ما عاود نغرب له نزيد ندير عليه الساشي الخمارات على الكاتو و وزنه 10 جرام نغرب لها اه هي ثاني نخلط و راح نشوفه معي نزيد الكاس الثاني نخلط الملاح و راح نزيد عليها الكاس الثاني تاع الفارينة اه كذلك نغرب له وهناك ملاحظة المسكوتش ولا الكيك تغرب لي الفارينة راح يجيك مهوي و يجي خفيف و شباب نغرب الكاس الثاني نخلط الكاس الثاني تاع الفارينة مع الخالط و هناك الكيك لا يجيش كما المسكوتش غفيف و يجي قاومه شوية ثقيل بك اشوفوا معي القاوم كيف يجي ندير انا اكمل انخلط هذه الفارينة حتى يدخل لي كامل في الخالط و هناك ملاحظة اسه ينفو تدخل لك الفارينة لا تكمليش تخلطي و تعاودي بس كي راح يتعلق لك و لا يجيك شمل اه اشوفوا معي انخلطها ملاحظة القاوم كيف يجي شوية ثقيل اهنا كما قلت لكم المسكوتش هي لي تجي خفيفة و الكيك يجي شوية ثقيل ستقوني هذا الوصفة اقتصادية و تجي احسن من تاع المحلة وصفة بزف شابه و في الاخير نزيد عليها مغرف تاع خل انا توزور المسكوتش نزيد لها المغرف تاع الخل تعطيلها خفيفة و تجي بزف خفيفة و من جهة واحد اخرى نجبدي الملتعي من الكنجيلاتور و نبدأ ان نحبط في الكيك شوفوا معي بهذه الطريقة طلعي الغيسيبيون و بداي تحبطي في ذاك الخالد شوفوا معي نسي نحبطي كامل الخالد و حاولي انك تجور تضربي الملتخبطي باش يخرج لنا كامل لهوة و تجور بالموس اسية باش تديري هذ الحركة التائرية باش ينتفخ لنا في الوسط و في هذا الوقت رايحة نشعل الفرن التاعي ولا الكوشة و نخليها تسخن و نخلوه يريح لمدة نصف ساعة و بعد رايحة تديريه اي طيب هنا يرح يدي معك وقت في الطياب حتى نصف ساعة و بعد اسيه باش اتبيكي الموس و تشوفيه إذا اخرج لك ناجف رو طايب و إذا اخرج لك من الديت عارفه باللي ما زال ما طابش و شعلي لهم الفرق باش يتحمل لك و يدي هذيك لاكولغ الشابه شوفوا معي اهنا يا بعد اللي فاتت عليها و نصف ساعة رايحة نديرها في الكوشة ولا في الفرق باش يطيب معي الكيك التاعي شوفوا معي هذا هو الشكل بتاعه بعد اللي يجبته من الكوشة هنا يراو شوية سخن رايحة نقسيه باش نقلبو معاكم وهنا يا به تشوفوا باللي ما شرح يلسق لك هنا يا خليته من با خمس دقايق قسم ما يبرد لي شوية شوفوا معي ما شرح يلسق لك اه كديري في الكنجيلاتر وهنا يا رايحة اه بالمعجون ولا اللي عندك ولا تشوفوا ضغيه بالسكر غلاسي عادي كل واحدة و كيفاش اتزين حابته اديره انا درت كيك عادي تاع كل يوم تاع قاوة وحليم راح ندلو المعجون كامل في الوجه و راح ندر عليه كوكو ايفيلي و ما تنسوش لبنات دلولي الجام و اللي ماذا مشاكش معي في القناة دللي اابوني وفعل زر الجارس و انا راح بكامل المشاركين اجداد اللي زادوا معنا و بينسيغ المشاركين القدم و نقول لكم يعطيكم مصطحة على التعليق و على اللي جامل اللي لكم ادخليهم لي الموهم نرجعو للكيك تاعنا بعد اللي كنت ادرت له المعجون في الوجه كما كم تشوفوا راح ندلو الكوكو ايفيلي و كما قلت لكم التزين اختياري كل واحدة و كيفاش راح تزين الكيك التاحة انا خليه يبرد و راح نشوفو كيفاش نقسموه شوفوا معي راح نقسم معاكم يسي باش تديري المستع المنشار شوفوا صدقوني وصفة تجيب الزفشة بوجي احسن منتع المحلات شوفوا معايا هذه هي الوصفة التعنات عنها اليوم كنا دلنا كيك اقتصادي بحبة بيض فقط صدقوني وصفة بزفشة بانتمنى ان شاء الله الوصفة تكون عجبتكم و كما قلت لكم توجدوا ما تنسوا الجولي جام و هدخلوا الى التعليق تعالوا في روحكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في امان الله سلام